مجالس البلدية ورفع مهارة العضو البلدي في تفسيره وصياغة القرار الإداري بالإضافة إلى تمكينه من الاستخدام الصحيح لاختصاصات المجلس نظراً لأهمية دور المجالس البلدية في تحقيق تطلعات المواطنين في المجال الخدمي والتنموي في إطار مساند لجهود السلطة التنفيذية في هذا المجال فضلاً عما تتمتع به من خاصية الارتباط المباشر بالمواطنين لعل اليوم ورشتنا اللي تتعلق في الجانب الخدمي في إطارها يمكن القانوني والإداري كان فيه هناك نوع من المعلومات اللي يمكن ما كانت موجودة عندنا ولكن أمانة يمكن هذه ثالث دورة تقريباً أو رابع دورة اللي سبقاتها كانت تتعرض عن تشكيل الشبكات اللي تدفع بالعمل البلدي كانت جداً ممتازة لعل هذه الدورة أيضاً فاقت الدرجات الممتازة بهذه الورش تعلمنا الكثير يعني الأعضاء البلدين استفادوا الكثير من وجودهم داخل هذه الورش خاصة مع الشكل مع التنمية السياسية اختاروا لنا مواضيع جداً هامة احنا حين مشتركين هاي ثالث ورش لنا من مجموعة عشرة ورش بنشارك فيها كلها إن شاء الله هاي كلها تقوية للعضو البلدي أولاً وللعمل البلدي عامة ترجمة نانسي قنقر